ومع بداية سنة أربعة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت مجموعة أحداث في المدينة أولها وفاة سيدنا أبو سلمة الصحابة الشهير واحد من أوائل الناس اللي هجرت من مكة للمدينة لو تفتكر قصة هجرته والخناء اللي حصلت وقتها سيدنا أبو سلمة لما مات كانت عينه مفتوحة كده فالناس نظرت لي وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج الناس كأن الناس تأثروا بتفسير سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لممكن واحد لما يموت تبع عينه مفتوحة بصره بيتبع الروح فلما ضج الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعو إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على دعائكم ويعلمنا صلى الله عليه وسلم إن أي حد يحضر وفاة حد لا يتكلم إلا بخير لامتلاء المكان بالملائكة وبعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل ثلاث أو أربع حاجات دعا لسيدنا أبو سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في عليين واخلفه في أهله في الغابرين يعني اكرمهم يا رب وعوضهم واغفر لنا وله يا رب العالمين ونول له في قبره وبعدين قال لستنا أم سلمة قولي كده إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فقلت له يا رسول الله وفي خير من أبي سلم عشان ربني يخلف علي فزي ما حضراتكم عارفين بعد فترة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وجات واحدة من صحابات ستنا أم سلمة عشان تشاركها في البكاء ولكن يبدو إنها كانت جاية علشان تصوت أو حاجة زي كده فلما عرف النبي إنها جاية علشان تعمل كده فقال أتريدي أن تدخل الشيطان إلى هذا البيت ونهاها لأن إحنا لما بتحصل وفاء سيدنا النبي شار علينا البكاء ولما ابن إبراهيم مات قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لكن الصويت والأفعال اللي كانت موجودة في الجاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن الأحداث اللي حصلت الصعبة جدا في بداية سنة أربعة إن قبيلة عضل وقارة وهي قبائل كانت حوالين المدينة قالوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا في ناس عندنا مسلمين كتير فابعت معانا حد علشان يعلمنا القرآن فبعت معاهم صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة فيهم سيدنا مرثد ابن أبي مرثد وفيهم سيدنا زيد ابن الدفنة وسيدنا عاصم ابن ثابت وعبد الله ابن طارق صحابة كتير كانوا عشرة فمشيوا بيهم علشان يوصلوا بيهم للقبائل وفي وسط الرحلة عند منطقة اسمها ماء الرجيع القصة دي اسمها يوم الرجيع أو بعث الرجيع يعني الفوج بتاع الرجيع الرجيع دي حتة فيها ميا عند قبيلة اسمها هذيل فلما راحوا عند المية دي حطوا الخيام بتاعتهم والصحابة ناموا فاءوا على قبيلة كاملة وقفة بالسيوف وبتقولهم كان يسلموا نفسكم يعني فقالوا هذا بداية الغدر قالوا لهم لا فيش غدر ولا حاجة بس احنا عايزين نسلمكم لمكة يبدو ان كان بينه ذيل وعضل وقرة ومكة في مشكلة فحبوا يسلمهم الصحابة فانقسم الصحابة بعضهم رفض انه يرضخ لي تهديد السلاح بتاعت القبيلة زي مرثد بن ابي مرثد وسيدنا خالد بن بكير وسيدنا عاصم بن ثابت وبدأ يقاتلوهم فقتلوا التلات وبقى سيدنا زيد بن الدثنة وسيدنا عبدالله بن طارق وسيدنا خبيب بن عدي خليهم دلوقتي بس هقولك حصل حاجة هنا لما قتلوا مرثد بن ابي مرثد وخالد بن بكير وقتلوا سيدنا عاصم بن ثابت كان فيه وحدة اسمها سلافة في مكة كانت طلبة دماغ عاصم بن ثابت ودي حاجة عند العرب فيها اذلال عشان تشرب فيها الخمر لكن سيدنا عاصم في حرب من الحروب في احد كان قتل حد في الحرب من عيلته فحبوا ان هم يسلموا عاصم بن ثابت لكن لما قتلوا جات دبابير حواليه فخافوا يقربوا منه لغاية الدنيا مليلت ثم بعد ذلك في الليل جي سيل قام جرف الجثمان الشريف بتاعه ودخل كده في الوادي ومعرفوش يحصلوا عليه وده كان من دعوة دعاها سيدنا عاصم بن ثابت قال لا يمس مشركا ولا يمكن الله اي مشرك منه اما بقيت الصحابة زيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وخبيب بن عدي راحوا بيهم لمكة قولهم اتطمنوا ما فيش اي حاجة وعلى مدخل مكة بدأوا يربطوهم بالوتر الحبل بتاع السهم اما مفكينوا بتاع القوس وربطوهم فاما عبد الله بن طارق قال والله هذا اول الغدر حاول يقاومهم قتلوا ضربوا بالحجارة من بعيد كده وقتلوا ودخلوا بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي علشان يبعوهم في مكة دعاء الحمد والاسترجاع عند المصيبة كنز من كنوز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ام سالمة لما جزها مات والنبي قال لها اولي انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها قالت له يا رسول الله طب لو قلت يا اللي يحصل قال لها ربنا يخلفك خيرا منه مين خير من ابو سالمة اللي شاهد بدر ده اول واحد هاجر فاتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة الدعاء ده ما تحرمش نفسك منه مع اي حدث يحصل لك مش على مزاجك لو النور قطع قول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لو جزمتك اتقطعت قطع شراك النعل اعمل كده اقول انا لله وانا اليه راجعون شبكة الاميس شبكة في مصمار اتقطع انا لله وانا اليه راجعون حد قال لك رد كبتك وخنأك يبقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها الا اجره الله في مصيبته وليها معنين اما الاجر واما الاجارة يعني الحماية واخلفه خيرا منها يبقى اعمل كده في اي حاجة توجعك مش لازم بس في الموت حاجة تانية يوم الرجيع الغدر اللي حصل مع الصحابة الغدار ما عافش ربنا ليه اللي بيغدر ده وبيقهر قلب حد على قرشه ولا بيغدر بخطبته ولا بمراته ولا واحدة بتغدر بجزهه الغدر واحد ناسي ان فيه دنيا انت محتاج فيها ان ربنا يسطرها معاك وانا النهاردة لما سرق واحد اخد شقة عمره ولا تسبب في رفده وانا مش محتاج ان ربنا يبريكلي في صحتي ده الفيروس بيخش جوا الجسم بيجيبه الارض وانا مش محتاج ان ربنا يسطرها يسطر طريقي ان ربنا بيكلف قرشي ان ربنا ما يصلتش علي حد اقوى مني يهرني هو مفيش عبر الابر ده لو قعدت فيه ساعة ظلمة بقى مرعوب مش فيه اخرة ربنا يحسبنا اما الى جنة واما الى نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيراها ليذوقوا العذاب اللي غدروا في يوم الرجيع دول طبعا كانوا مشركين اصلا بس احنا بقى كمؤمنين موحدين الغدر ده احنا محتاجين ربنا يسطر كل خطوة في طريقنا ما بالك واحد يغضر ويستنى بقى القدر سواء في الدنيا والاخرة او ربنا الحكم عنده يمهله في الدنيا يمكن يتوب بس الاخرة اشد عذابا وابقى الامانة والوفاء ده خلق الناس المنورة بنور النبي عليه الصلاة والسلام